كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة ضبط سوق الصرف وأضح الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التفقيفية لقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أنه لو لا السعر المرن وفقا لطلبات السوق لحدثت مشكلة كبيرة 18 شهور كده كنت أتكلم على موضوع التعوين وقلت أنا هقف قدامي هذا الأمر لأنه بيمس الأمن القوام المصري طب ليه؟ لأنه كانت تقدرنا ساعتها الاقتصادي أننا لا نستطيع أن نفعل هذا من غير أن يكون لدينا رقم معتبر من الأموال التي نستطيع أن ننظم بها هذا السوق عندما نسيبه كده كان ممكن أولا نتكلم على أرقام ضخمة جدا أتكلمني في 80 و90 ما هو كده بقى لكن النهاردة كان لما يكون معايا أقدر أقول رقم تقريبي انهم أتكلم على بداية الممارس وكده كده وكده من أبدا وتعتقد أن انهم أخبوا ما أعطيها وكده من أوروب في مطلوب في مطلوب في جعاء الممارس وكده كده كده لأبدا أنه من أهم سيجار أمن إلا ما أ экطالي واكبر من أجل ما هو أحد اللي هو أحمد في ما هو أخبط في مطلوب في المنطقة يعني أعمل سائر مرن تبقى للطلب يبقى أنا ممكن أن أنجح لكن غير كده كان حيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا في مصر